بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في خدمة دروس في هذا الدرس لأصطف السادس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الجميلة موضوع درسنا لهذا اليوم هو النص الشعري بعنوان الجدة نشاهد أهداف درسنا لهذا اليوم أولا قراءة النص الشعري قراءة معبرة سليمة وأيضا اكتشاف معاني الكلمات من خلال المعجم وأيضا الإجابة عن أسئلة تفصيلية حول النص الشعري إذن يا أبنائي درسنا لهذا اليوم هو النص الشعري بعنوان الجدة مصدر النص ديوان الشوقيات لأحمد شوقي نبدأ في قراءة النص يا أبنائي لي جدة ترأف بي أحن علي من أبي وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي يقول الشعر هنا لجدة ترأف بي أحن علي من أبي ما معنى ترأف بي لجدة ترأف بي أحن علي من أبي وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي ترأف بي ما معنىها من يعرف ها يا شباب لجدة ترأف بي أحن علي من أبي نعم أحسنتم أي تحن علي وتعطف علي أحسنتم لجدة ترأف بي أحن علي من أبي يعني أقصد أن هذه الجدة تحن عليه وتعطف وهي أيضا أحن عليه من أبي وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي التي باللون الأحمر هنا تذهب فيه مذهبي ماذا يقصد هنا الشاعر؟ وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي نعم أي تأخذ برأيي وتفعل ما أريد أي تأخذ برأيي وتفعل ما أريد وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي أي تأخذ برأيي وتفعل ما أريد نكمل لجدة ترأف بي أحن علي من أبي وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضب مشى أبي يوما إلي مشية المؤدبي غضبان قد هدد بالضرب وإن لم يضربي فلم أجد لي منه غير جدتي من مهربي فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي مشاهد هنا فجعلتني خلفها أنجو بها ما معنى أنجو بها وأختبي فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي من يعرف أنجو بها ما معناها نعم حسنتم أي أخلص بها وأحتمي بها نعم أنج بها أي أخلص بها وأحتمي فجعلتني خلفها أنج بها وأختبي وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي ما معنى المؤنبي هنا؟ الجدة يقول أن جدته وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي نعم حسنتم أي الموبخ أي الموبخ فجعلتني خلفها أنج بها وأختبي وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي ويحل له ويحل لهذا الولد المعذبي ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي انتهى هذا النص يا ابنائي الذي يحدثنا فيه الشاعر عن محبته لهذه الجدة فهو عن محبة هذه الجدة لهذا الولد وكيف أنه هي تحميه من والده إذا كان غضبان وكيف أنها تحن عليه وتوافقه في آرائه فهو يعبر عن محبته لجدته بهذا النص الشعري مشاهد كاتب النص أتعرف الشاعر هو أحمد شوقي شاعر مصري لقب بأمير الشعراء ولد عام 1868 ميلادي ويعد أول من كتب المصرحيات الشعرية كتب حكايات للأطفال على ألسنة الحيوان والطير والنبات تعلمهم الخير وتنهاهم عن الشر امتازت الحكايات الشعرية بالوضوح والسهولة والطرافة له ديوان شعري من عدة أجزاء اسمه الشوقيات توفي عام 1932 للميلاد طبعا هو أحمد شوقي هو شاعر ها لا تذكر هنا شاعر مصري لقب بماذا نعم لقب بأمير الشعراء ولد عام 1868 وتوفي عام 1932 وله ديوان من عدة أجزاء اسمه الشوقيات ومنه أخذ هذا النص ألاحظ النص وأملأ المخطط التالي اسمه الشاعر ومصدر النص وعنوان النص وعدد الأبيات والحرف الأخير في الأبيات نبدأ بعنوان النص نبدأ بعنوان النص ما هو عنوان النص نعم أحسنتم الجدة وما هو اسمه الشاعر هنا عنوان النص قلنا الجدة وما هو اسمه الشاعر نعم أحسنتم أحمد شوقي اسمه الشاعر أحمد شوقي مصدر النص من أين أخذ هذا النص نعم من أي الدواوين نعم أحسنتم من ديوان أحمد شوقي ديوان الشوقيات أحسنتم عددوا الأبيات عدد أبيات النص قبل قليل من يتذكر منكم كم بيت نعم أحسنتم عشرة عشرة أبيات الحرف الأخير في الأبيات نعم أحسنتم حرف أليا أحسنتم بارك الله فيكم ما الصفات التي تتحلى بها الجدة ما الصفات التي تتحلى بها الجدة نعم أحسنتم أحسنتم العط والحنان والحلم وكل هذه الصفات ما المكان الذي احتمى به الحفيد فجعلتني نعم أحسنتم خلف جدتي فجعلتني خلفها نعم أحسنتم في هذا البيت لماذا تساند الجدة حفيدها في كل ما يفعله لماذا تساند الجدة حفيدها في كل ما يفعله ما رأيكم نعم أحسنتم لشدة حبها له وتعلقها به لشدة حبها له وتعلقها به كيف خاطبت الجدة ابنها من يعرف الجدة عندما كان ابنها غضبان يريد أن يضرب الولد كيف خاطبت الجدة ابنها بلهجة ماذا نعم أحسنتم بلهجة الموبخ أحسنتم بارك الله فيكم ماذا كان يصنع الأب في صغره نعم أحسنتم ألم تكن تصنعوا نعم أحسنتم إذن مثل ما يصنع ابنه مثل ما يصنع ابنه أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد هنا لو حذفنا من البيت الأول كلمة ترأف فماذا أختار بدلا منها لو حذفنا من البيت الأول كلمة ترأف فماذا أختار بدلا منها نشاهد البيت الأول لي جدة ترأف بي أحنا علي من أبي نريد هنا استبدال كلمة ترأف بكلمة تأتي بنفس المعنى تأتي بنفس المعنى هل هي تخاف أو تعطف أو تحتمي أيهما الأفضل لي جدة نعم أحسنتم نعم تعطف هي الكلمة المناسبة لجدة ترأف بي نستبدل ترأف بتعطف لو حذفنا من البيت الرابع كلمة المؤدب فماذا أختار بدلا منها لو حذفنا من البيت الرابع كلمة المؤدب فماذا أختار بدلا منها نشاهد البيت الرابع مشى أبي يوما إلي مشية المؤدبي ما شاء بي يوما إلي مشية المؤدبي ماذا أختار بدل من المؤدب المربي أو المعاقب أو المتجاهل نعم أحسنتم المربي المربي تأتي بنافس معنى المؤدب لو حذفنا من البيت الثامن كلمة المؤنب فماذا أختار بدلا منها نشاهد البيت الثامن وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي المؤنبي ما هي الكلمة المناسبة من الكلمات في الأسفل هنا المحذر أو المهدد أو الموبخ أيهما المناسب والتي تأتي بنفس المعنى وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي نعم أحسنتم الموبخ نعم أحسنتم الموبخ صحيح بارك الله فيكم نشاهد هنا التدريبات الختامية أكتب من ذاكرة الكلمات المناسبة في الفراغات التالية أكتب من ذاكرة الكلمات المناسبة في الفراغات التالية نشاهد هذه الأبيات الأربعة الأولى هناك بعض الكلمات الناقصة نحاول إكمال هذه الأبيات نعم أحسنتم لجدة ترأف بي أحن علي من أبي إذن لجدة ترأف بي أحن علي من أبي وكل شيء سرني فراغ فيه مذهبي وكل شيء سرني فراغ فيه مذهبي كلمة المناسبة هنا نعم وكل شيء سرني نعم أحسنتم تذهب فيه مذهبي أي توافقني فيه وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي إن غضب فراغ علي أي كلهم لم تغضبي إن غضب من؟ ها من هم كلهم؟ إن غضب نعم أحسنتم الأهل إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضب مشى أبي يوما إلي مشيت ها ما الكلمة التي في الفراغ؟ من يعرف؟ ما شاء أبي يوما إلي مشيت نعم أحسنتم المؤدبي ما شاء أبي يوما إلي مشيت المؤدبي نشاهد هنا لجدة ترأف بي أحن علي من أبي وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضبي ما شاء أبي يوما إلي مشيت المؤدبي نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم الجدة موضوعها يتحدث الشاعر في هذا النص عن الجدة ويبين فضلها ومكانتها في قلبه وعن محبتها له وكيف أنها هي ملاذه الآمن حين يغضب عليه أبي إذن هذا هو موضوع عنوان الدرس الجدة وقائلها هو الشاعر أحمد شوقي هو شاعر النصري لقب بأمير الشعراء ولد عام 1868 للميلاد له ديوان شعري من عدة أجزاء اسمه الشوقيات توفي عام 1932 للميلاد وبهذا يكون درسنا لهذا اليوم انتهى آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة